أحد أفضل لعبي منتخبنا الوطني في هذه البطولة هو مصطفى محمد مصطفى محمد الآن هو أحد أفضل مهاجم الدوري الفرنسي مصطفى محمد الآن أحد أفضل المهاجمين في القرى الأفريقية تطور مش طبيعي في مصطفى محمد على مستوى الأداء الفني وعلى مستوى الشخصية وعلى مستوى العقلية رحم النجوم فريق نانت الفرنسي في هذه الفترة معنا دلوقتي مدخلة عبر زوم في منتهى الأهمية مع فلاديمير كايتا مالك نادي نانت الفرنسي للحديث عن مصطفى محمد وتتولقه في الفترة الأخيرة يا فندم مشرفنا ومنورنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر مساء الخير سيدي بالتأكيد أنت وإحنا هنا كمصريين فخورين جدا بالأداء اللي بيقدمه مصطفى محمد مع منتخم مصر في كأس الأمم الأفريقية وتسجيله سلسة أهداف حتى الآن واحد من هدفين البطولة حتى هذه اللحظة رأيك إيه فيما يقدمه مصطفى محمد لعب نانت في كأس الأمم حتى هذه اللحظة حسنا حقيقة الأمر أنا سعيد جدا وأيضا فخور جدا لهذا اللاعب وللفريق الوطني المصري وسعيد بهذه المشاركة وأتمنى وسعيد أنكم تأهلتم إلى الدورة التالية وأن مصطفى كان لها دور حاسم في هذا التأخد تطور كبير نتحدث فيه هنا في مصر عن مستوى محمد صلاح في الفترة الأخيرة مع المنتخب ولنادي نانت دور عظيم جدا في هذا الأمر كيف تطور أداء مصطفى محمد في هذه الفترة الماضية مع نادي نانت منذ انضمامه للفريق من المسلمين حقيقة الأمر أن مصطفى محمد كان لديه في البداية بعض الصعبات في التأقلم ولكنه تغلب على ذلك في فترة وجيزة أنه لاعب لديه الإرادة في التغلب على الصعبات وهو فضلا عن ذلك فنين هو لاعب خطر جدا جدا في منطقة الثمنتاشر وهو يسعى دائما إلى الفوز وهذا جزء من طبيعة شخصيته وهذا هو مسعاده في المقام الأول على التطور